تواصل وبيعثة مملكة البحرين الحجي بتعاون مع الحملات التأكد من توفر كافة الخدمات للحجاج وذلك لضمان أدائهم لشعار الحجي بكل سهولة ويسر من جانبهم عبر الحجاج عن رضاههم تجاه الخدمات للنواحي الصحية والإسكانية والتتقيفية مزيد من التفاصيل في تقرير بعثتنا إلى الأراضي المقدسة قام سعادة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان رئيس وبيعثة الحج بمملكة البحرين وعدد من المسؤولين والأطباء بزيارة إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وذلك للاطمئنان على صحة أحد الحجاج البحرينيين الذي اضطرته ظروفه الصحية لتلقي العناية الطبية العاجلة كما قام رئيس البعثة بزيارة تفقدية لعدد من الحملات المتواجدة في مكة المكرمة للاطلاع على آخر المسجدات والاستعدادات لقرب موسم المشاعر المقدسة وقد تجولت كاميرا البعثة بين الحجاج مستطلعة آراءهم وانطباعاتهم حول أداء حملات الحج من النواحي السكنية والصحية والتثقيفية خدمات الحملة ممتازة جداً يعني موفرين لنا كل شيء ولدينا مرشد ديني كذلك يقوم بشرح ما نحتاجه من تثقيف ديني خدمات كلها متوفرة وبالعكس الحملة قائمة بواجبها وأكثر من لازم أكثر من متوقع وائد ممتازين ممتازين الحملة وائد ممتازين وائد حاطين بالهم علينا خاصة أن نودون طواف ولا حرم ما يقصرون ويانا يعني متحملين فينا أكثر ما متحملين في أهلهم فمن ناحية السكن ومن ناحية الله وتوفير الصحة ومن ناحية توفير الأكل الجيد النظيف الطيب فصراحة يعني زهم الله ألف خير ما قصروا الحملة ويانا كل شيء مرتب والحمد لله الحمد كل شيء أمور لميسرة يعني العناية بالجانب النسائي يعني الحمد لله كادر الحملة موفر لنا طبيبة خاصة ممرضة خاصة مكان خاص للصلاة بالنسبة حق الواجبات دائما في نظام بوفين مفتوح الأوقات تكون واضحة وفي التزام بالوقت وأي أحد عنده حالة صحية أحد عنده ظروف خاصة في الحمد لله متابعة من الحملة بخصوص أدوات الحالات الخاصة لعدهم أمراض مزمنة وإلى ما شابه وكان لأعضاء اللجان الإدارية بحملات الحج توضيحا لأدوارهم ومهامهم في خدمة حجاج بيت الله الحرام والقيام على شؤونهم بمختلف المجالات الشرح الوافي والموضح إلى جميع عمال المشاعر محاولة التسهيل من خلال وجود فتاوى الفقهاء التي تراعي جانب الضغط والزحام لو أمكن والقوانين التي تكون طارئة في المواسم التي جئنا فيها قد تختلف عن السلامات السابقة فنحن نتكيف مع الوضع الموجود من خلال الفتاوى الشرعي أتينا هنا لنشرف بخدمة وفد الله سبحانه وتعالى توجيها وإرشادا وتوعية وتثقيفا بيانا لأحكام هذه النسوك وعظيم فضلها وعظيم عبادتهم وفضلهم عند الله سبحانه وتعالى متابعين لهم خطوة بخطوة ومذكرين لهم بالإخلاص والتباع أسننا حديثا بحديث وقياسا لأداء بعثة مملكة البحرين في التعاون مع الحملات وخدمتهم وتسهيل إجراءاتهم كانت هذه اللقاءات مع رؤساء الحملات في أي وقت تستطيع التجاوب والذهاب إلى البعثة وهذا صراحة في أمر يشكرون عليه في هذا العام يعني أهم ما يحتاج الحملة من البعثة هو مخيمات منه وعرفة هذا العام استلمنا مخيمات منه في واحد ذي الحجة وهذا رقم قياسي وأما خدمات عرفة استلمنا الأرض تقريبا في ثلاثة ذي الحجة مما أدى إلى تحسين الخدمات الإضافية وتزيين المخيمات أن العلاقة ما بين الحملة وما بين الحجاج هي عائلة واحدة وفعلا نعيش في أجواء إيمانية طيبة سكن واحد بناسك واحدة دروس صلوات الوجبات رسالة اليوم كان النصيب الأكبر فيها لاستطلاع آراء وانطباعات حجاج بيت الله الحرام فهم المرآة العاكسة والمقياس الأقوى لأداء الحملات وبعثة الحج كان معكم يوسف فولاذ بعثة مملكة البحرين مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر